جاني سؤال يقول وش معلها أنا شريت منو 92 82 أو 70 75 أو 68 82 هذه بصفة عامة بش نعمل معلومة بش ناس تستفاد أو 85 85 85 معلها أشو هو معلها معلها كون المروحة هذه المروحة المحرقة وقتها توصل لدرجة الحرему حتى 89 كما نقول 92 تشتغل هي لكن عندما تطفى وقت توصل لدرجة الحرام المحرك تنزلها حتى 82 يعني عسرة درجات هذا ما هو الغاية منها كلمة 92-82 يعني تشتغل أول ما توصل 92 تشتغل المروح في توصل 82 تطفى علش تطفى لأنها خفضت درجة الحرارة بتاع الماء اللي ماشي المحرك علش أنا ديما يعني ننصح بالأصلية إلا كان السيارة جاعدة لبس عليها ونظيفة وما عندهش مشاكل تاع حرارة أو على الأقل يعني ما أقلش من 75-70 يعني تخدم في 75 وتطفى في 70 يعني 5 درجات به تقعد ديما المعدن هذاك ما تحسش بها أنت أو 85-80 نفس الشيء أما حكاية 68-82 هدية خطأ فادح في السيارة الحديثة لأن أولا تهلك الموتور متع المروحة تخربة لأنها ما تسكتش وتبرد الموتور ياسر علش لأنها مش معتها 68-82 معتها تخدم في 82 وما تسكت إلا ما تخفض 62 يعني 20 درجة يعني شوف المسافة قداش يعني المروحة تحبلها لين بيش تسكت وإذا كان هو مثلا تقس سخون والمحرك يسخن برشا ما هيش بيش تسكت ولهذا أقل شيء 75-75 وأكثر شيء طبعا الأصلي يفضل الإنسان يكون في النص 80-85 به 87-82 به هكذا كل المعدل هذك يعني ديما وقت تقرأ الأرقام هذه أقرأ الرقم العالي هو درجة الحرارة اللي تصلها الحساس أو المانوه بش يخطي بش يتحرك الزئبق اللي فيه ويخطي ولا الرقم الواطي هذك كون وقت يتصل لدرجة الحرارة عنده ويقرأ درجة الحرارة وصلت لك الرقم هذك الواطي يطفي الحرارة يعني يقص الكونتاكت على المروح هذا شو معناها تخدم في 90 أو 92 تشك في 82